طبق مخل المشكل ما حصلش كل الأصناف والأنواع بطريقة جميلة جدا وما مع علاقة هتخلي الطعم واللون مميز آخر جميل بس تمنوري ازاي بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلي وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واغفر اللهم لأبي وأبني وأختي وامة المسلمين أجمعين أهلا بيكم ونادي كل الستات معكم مروح حماد ومكملين مع المخللات قدمنا مخل اللمون بطريقتين اتنين ومخلل الخيار ومخل الفلفل والله سجلتوا بس لسه منزلش على القناة وطبعا مخلات البتنجان بأنواع احنا النهاردة هنعمل بقى طبق بتنجان اصد طبق مخل المشكل او الطرش البلدي زي ما نحب نقول عليه احتاج طوم أرنبيد كرومب أحمر وكرومب سلطة بلاش الكرومب البلدي العادي عشان بيدوب بسرعة لكن ده بيفضل مقرمش لآخر قطعة واخدت فلفل بأنواعه وهنا اللمون اللمون بس سلقته اللمون ده مسلوق في البيت سلقته عشان احنا قلنا طبق المخلل دوت هو يدوبك ثلاثة ايام وهنا يأكل منه هنبدأ بقى نجيب البرطمان ورص المجموعة بتاعتنا دوت بقى للناس اللي عايزة تعملوا شكل البرطمان التركي اللي هو كل طبقة بلون ممكن تحطي لمون عشان لونه أصفر بعد دي الكرومب عشان لونه أحمر وهكذا بقى انت وزوئك زي ما يعجبك لكن احنا هنعمله بطريقة الأسهل لان احنا في النهاية عايزة أطلعه ويبقى كله مع بعضه مشكل انا عايزة أقول لكم الكرومب الأحمر ده والأصفر بيبقى طعمه تحفة تحفة في المخلل وآخر أرمشة هاخد ملح على كل كيلو حوالي ربع كوباية من الملح واخدت ربع كوباية من الخل كمان معاه ولازم يقلبه كويس جدا جدا وهاخد معلقة صغيرة من السكر هعبيه في البرطمانات وأبدأ أنزل عليه المية بتاعة المحلول الملح كده بص شكله ما شاء الله عمل إزاي حاجة تفتح النفس منور وجميل واتخافيش حتى الفلفل الرومي بيبقى طعمه حلو جدا ومقرمش بس هاتي حجم الفلفل الصغير دلوقتي أحط المعلقة اللي قلت لكم عليها وهي معلقة كركم وحطتها من فوق عايزة أقول لك بقى ادي الطعم للمخل الولون غير عيدي هتشوفيه معانا بعد ثلاثة ايه بس عن تجربة يا جماعة طعمه تحفة 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 بجد ايه دي المخلل بتاعنا عد عليه ثلاثة ايام يا جماعة كمان في حاجة نكركم أصلا مادة حفظة فهيمنع الطبقة بتاعت اللم الريم اللي بتبقى على وش المخلل من فوق نقول بسم الله ونفتح ريحته بقى وطعمه ما قلوك وش الكرومب الأحمر لونه بيروح وده كده كده معروف يعني الكرومب الأحمر لما بيجعله تخلي اللون بتاعه بيغير حطي بقى زي ما يعجبك مش هتلاقي في حلاوة وجمال المخلل ده الطوم بقى عامل شغل ما قولكيش ولا هيجرب المخلل اللي فيه طوم أو ياكل الطوم المخلل كده مش هيبطل ان هو يحطه ويخلله حتى لو هيخلله لوحده ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم ما تنسوش تعملونا لايك اللي اول مرة يشوف القناة ينورنا باشتراكه ويفعل الجرس عشان يوصلوا كل جديد ما تنسوناش من صالح دعاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة